السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واخواتي اخواتي داري لبساليكم بخير هاني ينكركم بزيانين تسمينكم قاعدكم بخير وعلى خير في الماك نستمك جادو هذا الفيديو مرحبا بيكم معي فيديو جديد فيديو دي اليوم اجيت ان شاء الله سنتقسم معكم عصير اللي كيجي واعر بزاف في المادق ديالو بطريقة اللي سهلة و بسيطة واقتصادي في نفس الوقت وكيجي خاتر والدي بزاف قد يتحتاجوه بزاف ان شاء الله في رمضان كيف ما كنعرفوه ده برمضان على الابواب فالله يدخلوا لي نفس الصحيحة والسلامة الشجلو عندكم هذا العاصر هذا غادي يجيبكم ان شاء الله وغدا تبقاوها كتنوعو طبيلة ديركم كل ايوم فاقبل ما نبدو الفيديو ديانك فيما العادة من سوصلت على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين ايضا اخواتي ما تساونيش بهاد لايك على الفيديو وانتو ما كتفرجو وانتو الاول مرة تشاهدوا هذا الفيديو فكنا نقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتيكم معلكم غيتشتركوا فيها وتشغلوا جرس باش بقات توصلوا كل ما هو جديد ندزل المكونات وبالطريقة مع بعدياتنا فباسمي الله على بركة الله بالنسبة للمكونا الرئيسي كما كتلاحضوا معيه هو الجزار او الزرودية ودخي الزوك اللي هو بش كيسميه فحتاجيت منه وحد الخمسة دي الحبات دي الجزار نقيتهم طبيعة الحال نقطعهم دوائر كيف مما كنعرفو هذا هو الوقيته دي الجزار يعني مماش الله كي يكون طريق مياه حلو فهذا هو الوقيته ديالو العاصير ديالو كيجي واعر بزه غدي ناخد هنا اينا ولا كاسرون بعد ما قطعنا ذاك الجزار وغدي نوضع فاد الكاسرون بعد شكل هادا كيف مما موضح معكم في الفيديو من بعد هنا غدي نوضع علي واحدة الكميه ديال الماء اللي معقوله حاولو انكم تضعوا كيميه ديال الماء اللي تكون معقوله يعني كميه كتيره لحسب ذاك الكيميه ديال الماء مغادش نصفيوها يعني ما غادش نلوحوها غدي نخليوها فيه يعني غدي نطحنو بيه اضع الجزر وضع الجزر وضعه حتى يبرد وضعه من بعد ماء يبرد وضعه وضع الكيز وضع الجزر وضعه 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 هنا الجزر. سوف نأخذ هنا احبة ديال الموز او حبة ديال البانان. من الاحسن ومن الافضل انكم تستعملوا الموز اللي كيكون طائب حيث كيكل مضاق ديالو يعني زوين كيكون حلو يعني ما تحتاجوش الكيميا ديال السكر اللي هي كتيرة وايضا كيكل مضاق ديالو مزيان يعني في العاصر دائما نحتاجو الموز اللي كيكون طائب. سافيا سوف نأخذ دك الحبة ديال الموز ونقطعها ونوضعها على دك الجزر. ومن بعد سكر بالنسبة للسكر انا وضعت جمعة لقونس ديال السكر ولكمية ديال السكر بطبيعة الحال كتبقى على حسب الضوغ ديال لكم. انا وضعت جمعة لقونس ديال السكر كتجي الحلاوه هي هذه يعني ما كيجيش حلو بزاف وايضا ما كيجيش ناقص في الحلاوه. هنا ايضا غادي نحتاجوا واحد العلبة ديال الياغورت بالنكهة ديال الموز اللي كتعطيه واحد الماضاق ووعر 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 غيجربوه على ضمانتي. غادي يعجبكم تستعملوا الياغورت ديال البانل او ياغورت ديال الخوخ. صراحة انت ديال الخوخ كي يجي زوين. مهم لي عندكم ما بين جوج ديال هاد الياغورت استعملوهم كيجيو زوينين بزافة العاصر هيدا. غادي جيكم ان شاء الله تماما بحل ضناو كيجي خاطير في الماضاق. قطحنوا يعني ذاك المكونات مزيان وهذا هو القوام ديال العاصر ديالنا شوفوا معي ما شاء الله را كيجي خاتر شوفوا معي القوام ديال وكما يجلكم را كيجي خاتر ولديد بزاف صراحة كيجي واعر في الماضاق واقتصادي في نفس الوقت كيفما لحتوا معي المكونات را مقتصاديا جدا. غادي ناخد هنا واحد القريعة فين غادي نقدم معكم ان شاء الله هاد العاصر هادا. وغادي نعمرها كما كاتلاحظو. انتوما. ما ما شاء الله الكمية هادي را كتعطي الخير والبركة يعني يطروز زيادة هكا من العاصر. كتعطي كمية اللي هي كتيرة. شوفوا معي هنا القوام ديال وغادي ندير معكم في كويسات. شوفوا معي القوام ديال وما شاء الله را كيجي خاتر. كيجي واعر صراحة. أنا بنسبة لوليدات ديالي صراحة كيحماقوا عليك. حيث كيجي واعر خاتر وبنين بزاف حيث فيه داك العلبة دي الياغورت. كتعطي واحد اللي بناء واحد اللي لده صراحة كيجي واعر بزاف تقول ما فيش ترودية. فانتمنى انكم تجربوه باش تعرفوني عش كان هضر. كما قدلكم اه شهر رمضان على الابواب غادي تحتاجوا ان شاء الله بزاف هاد العاصر هادا. كيف ما كنعرفو دائما و لا كل يوم كنبغوا ننوعوها كعاصر اللي هو جديد. فشجله عندكم هاد العاصر هادا بزاف غادي نالقي عجبكم ان شاء الله بزاف اللي جربته. انتم ما شوفوا معي القاوم ديالو كيجي خاتر لديد زاف و وعر صراحة من نصف المضاق ديالو. الكيميا اللي كبيرة كيف ما شفته معايا. فانتمنى من خوتي اخواتي انه هنا الاعجاب ديالكم ايضا ما تنسوش الى عجبتكم الوصفة و جربتوها. تبارتاجوا الفيديو مع اخوتكم. سحبكم مع جعل الناس اللي كتعرفو فضلا وليس امرا. يلك تجدادوا الاول ما لك تجدادوا الفيديو. لك تجدادوا القناة. فكن نقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتيكم. معلكم و تشتركوا فيها. تشغلوا الجرس باش قلت وصلوا. كل ما هو جديد. نتبخوا شعروا لي لايكات ديركم. تعالكم زوينة المحفزة على الفيديو. و الى بقين كتجدوا الفيديو حتى نقول لكم شكرا بزاف على حسن المتابعة. وبسلام عليكم مع فيديو جديد ووصفات جديدة. ان شاء الله. السلام عليكم. شكرا. شكرا. شكرا.